السلام عليكم محمد الله وبركاته مرحبا بكم في قناة ادواق غيزلان جيتكم اليوم بوصفة جديدة وفيديو جديد اللي وجبة عشاء بزاف سهلة وبزاف بنينة واقتصادية ان شاء الله كاملتنا الاعجابكم ولي اول خطرة تشوف قناتي نقول لك مرحبا بك ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس باش تتوصلوا كل جديد ونمشي ونبدي وفي الوصفة مع بعض ونحتاج بالمكونات اللي هنا عندي البطاطا بعد ما قشرتها ونقيتها وقطعتها الى قطع صغيرة اللي هنا رايح انغليها واني درتها في الماء وعندي حبات على البصلة قطعتها حتى هي شرائح هكذا صغار ماشي بالطول وعندي زوج حبات الزرو دية مرابين والبيض اللي رايح انحتاجه من بعد ندروك نمشي ونديروا هذيك البطاطا تغلي ندير عليها شوية على الملح ونخليها تغلي حتى الطيب ونجيب مقلة وندير فيها شوية على الزيت ورايح انقلي هذيك الحبات على البصلة تكون متوسطة نديرها في هذيك الزيت سخونة ونزيد عليها هذيك الزوج حبات الزرو دية مرابين تقدروا تديروا حتى الكابوية بلاست الزرو دية تربيوا الكابوية ولا معها ثانيك جي شابه ورايح ندير شوية على التوابل ندير الملح ورايح انزيد شوية توم غبرة وشوية الفلفل الحمر ونخلط جميع هذي المكونات نزيد عليهم شوية الفلفل لكحل ونخلطهم ونخليهم يتقلى بخاطرهم حتى تدبال لهاذيك البصلة وفي هذي المرحلة تقدروا تضيدوا معها حتى الكفتة اللي كانت عندكم ولا قطع تعد دجاج مقطعة تقدروا تقليوها مع هذي البصلة و هذي الزرو دية هاي حنخليهم يتقلوا في خاطرهم ونعودو انكملوا الوصفة اللي هنا نجيب ايناء ندير فيه ربعة حبات بتاع البيض نتقصهم هذي الوصفة خفيفة انا اللي هنا قدرتها بيدون لحوم انتم ما يقعد عندكم اختياري يعني سهلة وجدها خفة و تجيب زاف بنينة اللي هنا قدرت ربعة حبات تاع البيض رايح نزيد عليهم شوية الملح و رايح نزيد هذيك البصلة اللي قليتها شوفوا اللي هنا بعد ما دبالت مليح مليح قليتها هي و هذيك الزرو دية نزيدها على هذيك الخليط على البيض كما راكم تشوفوا و نخلط نخلط مليح حتى يتخلطوا كامل هذيك البيضات مع هذيك الخليط على البصل نخلطهم مليح مليح و رايح نزيد لهم هذيك البطاطا اللي طابت لي وقترتها مليح مليح ملمة رايح نزيد عليها شوية على المعدنوس و نخلط كل شي مع بعض هكذا شوفوا شحال سهله سهلا مهلا كما قلت لكم تقدروا تزيدوا كفتا ولا تجاج مقطع يعني كما تحبوا نخلطهم مليح مليح هذيك الخليط و نجيب المول اللي ندخله للفرن مول تعزاج اللي يكون عندك نفرغ الخليط نتاعي كامل كما هكذا نصرحه مليح و رايح نزيد له واحد الخليط من الفوق تكتفوه مع بعض هكذا نصرح مليح مليح و نجيب واحد شوية على الحليب قيمة نصف كاس و نصف فنجالة على الحليب نزيد عليه زوج حبات من الفرماج هذا الخليط اللي نديره من الفوق اللي يجيب كثاف شباب يجيب كثافة بينين يعطي هذا الوجه اللي يجي هايل قيمة نزيد عليه الخماج غابي أنا اللي هنا سعملت الخماج غريار يعني قيمة نصف فنجالة على الحليب جيب حباته على الفرماج و الفرماج مرابي و اللي هنا اجلت هذا البغام ميكسر غراني الميكسيكو و الشيء مع بعض شوفوا تقدروا حتى بلاست الحليب يجيب كثاف شباب نخلط هذه الخليطة منه حتى يجيب كثافة يجيب كثافة و نفرغه من الفوق بهذه الطريقة فرغه نصرحه على كامل هذا الوجه يعني هو يعني هو يعطي هذه القشرة على القراتين اللي يجيب كثاف اللي هنا كنت زخنت الفرن على درجة متوسطة ندخل هذا الوجبة طيب يعني حتى يطيب لي كل شيء فيها البيض لازم يطيب مليح و نزيد نشعلها الفرن من الفوق نحمرها نحمر هذا الوجه ثاني لغاية و اللي هنا تكون عندي واجدة هادي هي وجبة اليوم إن شاء الله تنال إعجابكم نجيب كثافها لو شفو هذا الوجه كيف يجيب هذا الخالط الحليب والفرماج يجيب كثاف شباب حتى هي تجيب بنينا بنينا إن شاء الله تجربوها و تنجح معكم و تخليوا لي التعليقات الشابات تاكم لديني التشجيع نشكركم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته